بصوا سيدي صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم فيه أعلى منه سماعا وتلاواتا وكل حاجة حرام سماعه لو هيعطلك عن أداء الصلاة على معادها أو هيعطلك عن شغل عشان يبقى متفقين فما بالج بالأغاني على حسب الاستخدام على حسب أنت هتعمل إيه هتعمل إيه كراءة القرآن لا تصح إذا حضرت الصلاة كراءة القرآن لا تصح إذا حضر العمل اللي واخد المصحف وراح شوه لا فيه موظف سعاد بي في مكتب أو في مصلحة والواحد خايف يكلمه أكله حرام ومرتبه حرام لأنه هو وقته مخصص للعمل والعمل قرآنه وصيامه وصلاته ده حضر القاسي أو في إيش كراءة قاسي محرام ده كلام مرتبه حرام ده طبعا واحد بالله على الوقت فيه عبادة وهو عمل عبادة إزاي ده وقت ده متأجر متأجر موظف يعني مستأجر لأداء عمل هو جايز إحنا دايما عندنا مشكلة إحنا فصلين إنه أنا أقضي الوقت أقرب قرآن أو أصلي ده أحسن مما أنا أقضي الوقت بعمل حاجة ثانية حتى لو كانت الشغل في الهولي ده في الهولي ده الوقت اللي بتاعك اللي ملكك إنما إنت ستاند باي حتى لو ما بتشتغلش اسمك في شغل ما تتحجيكش بكلمة أنا فاضي إنت فاضي يا حاطت الملفات في الدرج ومش عايزة تلاحق تشتغل يا إما الشغل مجاش فإنت على زمته إنت ستاند باي طب معلش ليه ما طبقش نفس المبدأ ده في اختلاف الفتوى واختلاف بخلاف الشخص على نفس الموضوع اللي كنا بنكلم فيه من الأسبوعين بمسألة المواريس أنا عرفت دلوقتي إن أنا بنتي دي حقها هيتهضم وإنا مش موجود يتهضم مكتب لأ لا أنا بأمناه لا أنا بأمني لهاش ليه موضة ظرفي بقى أنا مش أرحم من اللي خلقها اللي أنا أصيبها موضة ظرفي يا فيه لا وصية لوارث النبي عليه الصلاة اللي قال الكلام ده لا وصية لوارث أنا عارف إن عندي حد في بيت حمبيع سوري وحنتحايل حيبقى أتعدي لحدود الله لا يرضى عليه طب شمعنا فيدي المواريس بص حبيب المواريس أمرها مما ترك من أولها لأخرها ترك 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 لا يكون ماله ميراسا إلا بعد الترك توزيعه ربنا اللي وزعه نتحايل نكتب أصلي أنت طول ما انت عايش أنا حر في فلوس إسانا يا أخوي حر إيه يعني تلعب بها أمان لا هعمل هبة إسانا بس تعمل هبة لغير وارث تعمل هبة لولادك وتسوي بينهم اعمل هبة لولادك وتسوي بينهم طب ليه ما بعتبرش فيها الظروف اعمل لبنتك أنا ظروف ظروف إيه اللي حركت بطول عليه سيب كل واحد ياخد حقه والناقش أنا والسيادتك الورقة التانية الورقة التانية أن أنا خدت حقي من مراسة هوية اللي ما خلفش إلا بنتين وتبدأ الورقة التانية أن أنا عم أديهم أكتر من اللي خدته مراس هو أنا واقف عند المواريس ليه أنا واقف ليه عند المواريس يعني حغنيها بالكتابة لها أو بالتحايل اللي هو تعدي لحدود الله وتاني عشان المزيعات اللي بيستضيفه سيادة الزملاء حيود جهنم الكتابة حتود جهنم مشان اللي آج القضاء اللي خلقنا قال كده ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها لأمور